لاول مرة في القناة هنتكلم النهاردة عن كيفية عمل دبلاج للفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي مجانا. قدرت ان انا اعمل دبلاج للفيديوهات بتاعتي بشكل احترافي. والمقصود بالدبلاج ان هو انت مسلا لو عندك فيديو بتتكلم فيه باللغة العربية تقدر ان انت تخليه تكلم بلغة انجليزية او فرنسية او اي لغة تانية. ده بنسميه الدبلاج. وده هيفيدك لو انت حابب ان انت تعمل كورسات بلغة اجنبية او تعمل كناه بلغة اجنبية ان انت حتى بعد ما تسجل الفيديو بتاعك تقدر تحوله لفيديو انجليزي ودي كانت النتيجة لما عملنا دبلاج لفيديوهات اتنين عندنا في القناة. ها اتنين بلافتك لاشي بانتنين لانشياتك او حاجة نوجه? تتعلم كيف تعمل دبلاج لفيديوهاتك بالذكاء الاصطناعية بشكل مجاني فاعتقد ان الفيديو ده هيفيدك قبل ما نبدأ ما تنساش تشيك فالكورناة فعل الجرش علشان تشوف كل فيديوهاتنا القديمة والجديدة. ولو فعلت زر الجرس هيزهر لك كل فيديوهات الجديدة. ولو عاكمك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتسيب لينا رأيك في تعليق. يلا بينا. الموقع اللي نستخدمه النهاردة هو موقع موقع كنت شرحته قبل كده كتير واستخدمنا كتير في عمل تعليقات صوتية احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي وزي ما احنا عارفين ان موقع يعتبر من افضل المواقع اللي بتقدر تقرأ اللغات بشكل احترافي جدا ده غير ان هما عندهم قايمة كبيرة جدا من الاصوات اللي ممكن تستخدمها في اه اشكال متنوعة في الفيديوهات. ايضا التحكم في الاصوات سواء السرعة او ان انت تكون عندك مثلا التباطق او تسارع فيه الكلام او الكلام صوت خين صوت رفيع تقدر ده تكون تتحكم فيه. ايضا هنا موجود عندك فيه الموقع بالاضافة لاصوات كتيرة جدا موجودة في مؤثرات صوتية. ولكن الحاجة اللي كانتش تشغالة في الموقع وهي يبقى متاح. وطبعا المقصود بيه اللي هو عمل للفيديوهات يعني. لو انت عندك فيديو مسلا بتتكلم فيه بلغة عربية تقدر ان انت تعمله وتخليه يتكلم بلغة اجنبية ولغات متعددة كمان. وعشان نستخدم الخاصية دي بكل بساطة هنروح هنا على ومن قوة ما نضغط عليها هيحولنا على الصفحة دي. هيجي هنا هيزهر لك حاجات كتير هتنزل تحت هنا هيجي يقول لك ارفع الفيديو اللي انت عايز تعمله وهضغط عليها بالشكل ده هنا وبعد كده هختار الفيديو اللي انا عايشه. بعد ما اختار الفيديو هعمل هيرفع معايا الفيديو هنا. وبعد كده هاجي هنا فوق هتلاحز ان فيه حاجة اسمها لازم اعرفه اللغة اللي انا اصلا بتكلم فيها. وانا طبعا بتكلم باللغة العربية فهختار العربي. وبعد كده هقول له انا عايزك تحول لي الدبلاجة ان انا خليه تكلم بلغة الانجليزية. الجميل هنا بقى ان هو مش بس هيخليه تكلم بلغة الانجليزية ده هو كمان هيستخدم صوتك نفسه في انه هو اللي يتكلم يعني مش هتحس ان فيه فرق وممكن يعني يعمل سنة ان الكلام يطلع متناسق مع الشفايف. طبعا دي هتبقى حاجة مميزة جدا للناس اللي حاب ان هي تعمل فيديوهات باللغة العربية وتعملات دبلاجة للغة اجنبية بحيث لو هو حابب ان هو يعمل قناة باللغة الاجنبية على اليوتيوب او ان هو يعمل كورسات باللغة اجنبية فده طبعا هيساعدك كتير جدا بعد ما برفع الفيديو بتاعي وبختار اللغات بنزل تحت هنا وابدأ اقول له بس في نقطة عايز اوضحها الموقع فاتح الخاصة دي بشكل محدود المفروض ان انت لك في الشهر عشر تلاف نقطة فهو بيستهلك من النقط دي ممكن تستهلكهم في مرة واحدة وبعد كده بتجدده كل ايه كل شهر لكن لو انت حابب تستخدم الموقع بشكل اكثر وتعمل فيديوهات اطول فانت الافضل لك طبعا ان انت تشترك في الموقع بشكل مدفوع في ناس بتشترك في الموقع ده وبتعمل به شغل كتير جدا زي شغل كمان احنا عندنا كمان في عامل مخصوص ممكن نتكلم عليه في حلقة تانية لكن مزايا كتير موجودة في الموقع هتقدر تستفيد منها اكتر لو انت مشترك في الموقع لذلك لازم تبقى عارف ان الموقع دي لو هي مش مجانية فهي عشان انت ممكن تعمل بها انتاج جاي لرسالة دلوقتي ان الفيديو في يعني في العملية واول ما يخلص هنبدأ ان احنا نشوف النتيجة هنا العملية هتلاحظ انها خلصت هنروح بعد كده نلغط على عشان بقى نشوف النتيجة بتاعتنا وانا متشوق لها ان شاء الله دي ما بدأي ان كانت النتيجة تعال نشوفها تاني تي كانت النتيجة هو بيعمل على فكرة نتاج احسن من كده ممكن عشان الفيديو فيه حركة وفيه موسيقى كتير لكن هو بيعمل حاجات احسن من كده ولو احنا مسلا جبنا فيديو اصلا ما فيهوش يعني ظهور صوت بس كمان بيبقى معمول بشكل احترافي اوك عايز اجرب معكم فيديو بس يكون بدون ظهور هنيجي هنا نحزف ده ونيجي هنا نعمل لفيديو تاني عايز اقول لك كمان ان انت تقدر تحامل فيديو من اليوتيوب او تيك توك عن طريق ان انت بتجيب الرابط بس وتحطه لكن انا هنا هحعمل فيديو مباشر فهاجي هنا هضط على واجيب مسلا عندي فيديو هنا كده زي ده بعد ما اختار الفيديو هعمل الفيديو ده هيبقى بدون ظهور يعني هيبقى بس مجرد كلام فهاجي شغله كده الاول اهلا بكم في كورس تصميم الجرافيك باستخدام الذكية الاصطناعية هتتعلم في الكورس ده مهارات الذكية الاصطناعية في تصميم الصور والتعديل عليها وهاجي بعد كده هنزل تحت او قبل ما انزل تحت لازم طبعا برضو لانا اختار اللغة هختار اللغة طبعا من العربية للغة الانجليزية وممكن كمان هنا احط اي اسم للصوت بتاعي ممكن اكتب مثلا هنا مثلا واحد وبعد كده عشان طبعا يحتفظ بنفس الاسم بعد كده هضغط على هيبدأ دلوقتي عملية ان هو يحول لي الفيديو ده من اللغة عربية للغة انجليزية بالشكل ده هنا هتلاعز ان هو ظهر معنا هو بالاسم بتاعنا هنروح هنا على ونبدأ نشوف النتيجة معنا هنا بالشكل ده طبعا معمول بشكل سريع اوي واضح انها كنت بتكلم بسرعة ولكن ادري ان هو يعملوا دبلاج بشكل سريع جدا عايز احتفظ بالفيديو هضغط هنا هيصبح عند الفيديو موجود عنده على الجهاز واقدر بعد كده ان انا ارفعه على اي منصة انا عاوزها عشان اشترك في الموقع او ان انا استخدمه سواء بشكل مجانة او مدفوع فانت عندك بكل بساطة هتروح على المتصفح بتاعك هتكتب فيه هتضغط عليه بالشكل ده هيفتح معك رابط هنا هتضغط عليه بالشكل ده لو انت مش مشترك في الموقع تقدر تشترك لو انت مشترك تقدر ان انت تفتح الحساب بتاعك على طول اقصد بالاشتراك اللي هو ان انت تكون مسجل حساب في الموقع وزي ما قلت لك ان الموقع بيديك عشر تلاف نقطة تقدر تستخدمه بشكل مجاني لمدة جهر بيتجدده تاني بعد كده ولو انت حيبقى تشترك بشكل مدفوع فانت عندك هتلاقي الاسعار الخاصة بالموقع بتبدأ الاسعار هنا من خمسة دولار بيديك في الخمسة دولار حوالي تلاتين الف نقطة طبعا ده رقم مش وحش بعد كده في عندك في الحداشرة دولار بيديك مية الف نقطة بالاضافة طبعا ان انت بتقدر تستخدم بقى المزايا بشكل متاح كل شيء متاح بالنسبة لك حابب تستخدمه شكل مجاني تمام حابب ان انت تشترك في الموقع فده اختيارك خصاص كتير جدا ومزايا كتير جدا موجودة في موقع كنت انا شرحتها قبل كده زي ان انت ممكن تحول النص الى صوت بالاضافة طبعا ان هو بيبقى فيه اسوات كتيرة جدا كمان هنا هو بيفور لك الشكل العادي والشكل المتقدم عايز كمان تقدر تتحكم في الصوت ان انت عايز الصوت يكون سريع في الاراية بطيء يعني تقدر تتحكم حتى في ان هو لو حابب مسلا نتكلم ببط تفاصيل كتير تقدر تعملها كمان موضوع ان انت ممكن تستنسخ الصوت لو انت مسلا عندك صوت حابب ان انت تخلي حدي تاني ينطقه او تختار صوت تاني حدي ينطقه ده برضو شيء متاح في الموضوع واعتقد ان مع الوقت ده هيتقدم جدا الموضوع ده وهيبقى فيه شغل احترافي جدا اصوات كتير كمان ممكن تضفها ان انت تستخدمها في الموقع بحيث لو انت حاب تعمل فيديوهات وثائقية فيديوهات زي كده كمان في مؤثرات صوتية تفاصيل دي واكتر كنت شرحتها قبل كده واعتقد ان احنا الفترة الجاية كمان ممكن نشرح اي جديد لان دائما بحاول انا تابع باستمرار الجديد في المواقع دي فدي كانت نهاية حالة النهاردة هتمنى تكون سفدت من الحلقة وتعلمنا مع بعض النهاردة زي ان احنا هعمل لأي فيديو باستخدام الزكاة الصناعية موقع الفين لابس لو اعجبتك الحلقة ما تنساش تشك في القناة في حالة الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم